أعلن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفقري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة مؤسس منظمة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة عن إقامة النسخة الثالثة لبطولة بريف لفنون القتال المختلطة للمحترفين بجمهورية البرازيل الاتحادية وأكد سموه أن هذا يأتي ضمن الخطة لانتشار هذه البطولة بمختلف البلدان لمنح العالم الفرصة للاطلاع على تجربة مملكة البحرين بإطلاقها البطولة العالمية للمحترفين والذي سيكون له الأثر الإيجابية في دعم مكانة البحرين بالرياضة الدولية لسيما في هذه اللعبة كما أشاد سموه بالدور الذي لعبته مختلف وسائل الإعلام العالمية والمحلية في نقل منافسات بطولة بريف اثنين وقد وجه سموه الشكر والتقدير لجميع العاملين باللجنة المنظمة على ما بدلوه من جهود واضحة لنجاح النسخة الثانية من البطولة متمنيا سموه لهم التوفيق والنجاح لتنظيم منافسات البطولة في الفترة القادمة